بسم الله وما زلنا في السلسلة التي هي علاجات السكر احنا كنا اتكلمنا في موضوع اول حاجة كتلميت فورمين بعد ذلك اتكلمنا في المجموعة السلفناليورية و اتكلمنا في اول دواء اللي هو كان جيل امريل و اخواته الدواء الثاني في المجموعة اللي هو الديامايكرون مادية الفعالة اسمها جليكا زيت طبعا يعني اشهر من نرى العالم ديامايكرون ده حاجة شهيرة خالص بنبدأ في ازاي بنفس المعايير اللي احنا حطناها في اول فيديو خالص سنرى مع بعض المعايير الاول طبعا نفس المعايير السلفناليورية التي احنا في الامريل بالضبط للتسكيره يبدأ بنقول شغالها لأي نوع من السكر اول و اخر التاني يعني ايه تاني اول قلنا سكر النوع الاول يعني البنكرياس مطلقش الانسلين خالص علاجه الانسلين ده السكر الثاني يعني ايه بان كرياس مطلقش الانسلين مستبال كميات تغير كافية الديامايكرونين فعلي سكر من النوع الاول استحالة خطأ فادح 88!!!!! اخبر م tarde ايه بتنسابه للتراغومي بنزل اللى التراغومي برده طبعا تصل الى 2% مش اخو الامريل ميره الرابع السعر اخبره نسابه ميقول القريب اولا امريلي اعلى منryn واقل من حاجة اخرى المعايير التالح اخبره بالنسبة للوزن لجليسميا هنقف عندها شوية ديت احنا اتفاعنا في موضوع الهيبو جلاسيم يعني ممكن ينزل السكر ويعمل كومة سكر احنا كنا قلنا الامريل بيعمل كده لما نقلم بقى الامريل بالضيما يكون نسبيا الدماء يكون اقل من الامريل بس برضو بيعمل فلازم برضو ايه بمبوني وشوكولاتة وحاجات زي كده تمام كده؟ طيب المعايير اللي بعد كده اخبروا ايه بالنسبة للكبد والكلة؟ والله شغال بس برضو بنقول اهو نفس المعايير لو فيه حالة سيفير يعني فشل كبدي بقى او مشاكل حدة في الكبد ما يتاخدش وبرضو لو فيه مشاكل في الكلة سيفير كدني ديسفانكشن يعني الكلة الجيف فاري هنا اقل من تلاتية ما يستخدمش تمام كده؟ طيب بالنسبة لحامل اخبار ايه برضو مش عليه دراسات بالنسبة لحامل الدول اللي جاي بقى ان شاء الله ممكن في الحامل اللي هو مين؟ حيكون الدوانيل تمام كده؟ طيب وان كان طبعا في الحامل الانسولين هو ايه؟ اليد الايه؟ اليد الاوليه ممكن كلمات فرمين زي ما اتفقنا وان شاء الله سيكون جاي الدوانيل طيب المعايير التامن اللي معانا بالنسبة للجرعة بالنسبة للجرعة احنا ما اتفقين كده في الجرعة بنخلي فيها ليها فيديو صغير كده فخليه ان شاء الله في الفيديو القادم طيب اهم الاحتياطات والمحاذير زي ما نفس الكلام في الامريل بالزبط اللي هي لو في حالة فلفزم اللي هي أنيميا الفول عشان فيه سلفة طبعا ما يتاخدش ولو في مشاكل زي ما قلنا في الكابد والكلام ما يتاخدش تمام كده؟ ان شاء الله بقى الفيديو القادم نتكلم فيه عن الجرعة بتاعته ولو دلوقتي واحد كان بياخد امل اللي هو عايز يغير ليه شوية تفاصيل كده تركات حلوة كده ممكن نتكلم فيه في موضوع الجرعة ان شاء الله الفيديو القادم تابعونا؟ ان شاء الله طبعا لا تنسوا لايك وشير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته